اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أبداً أفضل الملكي ومعني أفضل الملكي كيف تتعرفت بعد أن تلاقي تلك المسجد؟ طبعاً أفضل الملكي أفضل الملكي يتجد أن أتركنا ونقلسنا بعد أن تتعرفت خرجنا ونقل في أفضل الملكي وقلنا قلسين. وصراحة مبقى كي يدعى معي. مني منك مني منك. كان صدقة عادية. كان صدقة عادية. صراحة الواحد الضراجة اللي ماشي ما كيتواقعش بنادمين. يخي يقول لأنا ما يعني يخي يقول لأنا كنبغي ديك شخص. يعني هو أنا كنبغي ديك شخص وكي يقول لأي كتكدب ولاش حاش في حالايدا. بصراحة أنا متسيقف نفسي بلي أنا كنبغي بزاف وصراحة ناري ما كيهتاشي معايا يعني كنبغى مشطونا عليه فقاش عطرفتك بالإعجاب ديالي؟ صراحة أنا نفسي يزالي ما كنقداش نعطرف بالشخص وقالي يشيف داخل ديالي؟ وقالي يشيف داخل ديالي من بعد هو عطرف لي بالإعجاب ديالولي وطبع تحالي أنا بتسيكتها حسوش صراحة حالي مكينوال حسوش ما كدو شارك ما قداش نبي يقول له أجي صايبة شورية؟ أه يعني كارز مجال ما قداش يتخليني نعبر له على الشعور ديالي بعد صراحة في الأخير عبرت له على الشعور ديالي يعني وعطا تجين بحب ماشي بالإعجاب؟ صراحة تجين بحب يغير واخا واخا أنا بلي ممتأكدش بالإعجاب يعني أول مهار يعني بطبيعة الحل أي واحد غايكو ما مسأكدش بالإعجاب من أول مهار كيفش تطورت العلاقة بك؟ صافي بقينا كنهضره عادي ومني منك عود صافي رجعنا بصاحبي كنطلاقا بكنخرجو كنهضره صراحة هو كيبيه اللي بالله هو كيبغيني بحق أنا ممتأكدش بالصراحة كيبغيني يعني شخص كيكو كيبغي ما يحطش في بروفر تصورد العيلة ما يمكنش يكون مع العيلة وكيه دار معك يعني صراحة وخيكو كيه دار معي شي عيلة ما خصوش يبيه اللي بلأ أنا كنه دار مع العيلة هتحس بالغيره؟ صراحة كنحس بالغيره بزه حتش أنا الحاجة دياني ما كنبغي شي واحد يشارك لي فيها يعني أنا واحد شخص اللي مغياره ما دارك على شغل ما بغاكش انتينو بغا هدي شي يمزي من عليك؟ صراحة ما عرفش يوزين يعني مش يضرويكو شلو جاسي في القلب يعني وخص كل عيلة بالله رويكو يعني كو قلبا قفح يعني ما كينوالو كينوالو قدوصي واش صباح واش مغا عصب؟ صراحة هو كي عصبني دايما حتش يعني أي عائلة تكون كسب لي شي حاجة وشوفوا كي يدار مع ابنا سولة ما شي حاجة يعني يتعصب يعني صراحة أنا بعض المارس كم طابة نبكي يعني كم قام فقصة كشو دليل في بيز كي بقى نفس الحبوخة كم قام عصبا منه وبغا ينقس لي بعيني بحق هو صراحة يعني وخاك يعمل غلط كي يصل الحب يعني كي يتلبس معها؟ كي يتلبس معها وكي يقول نشي حاجة مع ذيك العائلة صديقة كيف وصلت العلاقة ديهم؟ العلاقة دي أنا صراحة وبلط قوية شوية باقي كان طلاقة وكن شوفوا بحق هذي سيمانة مشوثوا دابا كذا معايا في التليفون صافي وقبل ما نصافر عا تلاقيت صغدا معايا وصافات ميجيس 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 صراحة بكل فراح وصراحة غمغيه بزاف إلا قال لي حتش أنا يعني الحلم ديالي كو يوسف معايا إذا جاء عندك شي شخص آخر من هير يوسف قال لي كو يش تقبل الجوش معك؟ صراحة ما عنقبش حتش الزواج مكيكوش على الفلوس او لعب الموبيلات او لعب باردنات الزواج كيكو على حب على قصة غرامية يعني كتشوف راسك أنه وخا إذا شحال دبع عندك التعطاش إذا كنت عمور مثلا 25-26 وما جايش يوسف وش قلاتك؟ الصراحة ما عارفهش حتش ما ما كنفضلش يوحب مغر يوسف يعني يوسف وكوتش يعني يوسف ونصم حياتي كيف حلم ديال بل حياتي؟ صراحة الحلم ديالي ويكون يوسف جنبي يهتم بيالي يرعى الشعور بيالي يعني يقول لي شني خاصك يعني يهتم بيالك كأي شخص يعني كما كيهتم بالبرس آخر يهتم بيالي حياتي تجمع مع كدر واحدة؟ صراحة ما كرهتش الحقي يعني إلا ما كاش بغي يعني مكجيش حاجة بزز يعني لا خاطره وصراحة كثمني كو ديالي بوحدي وصراحة محارو شي كو ديالي بوحدي إذا جاء عنه في اليوم يوسف قالت فيه عفوا إذا يوسف شف هاد الفيديو هالي شني هالي رساله لي شكو ديالي بوحدي؟ صراحة شوفها نف كاميرا وتخيله ويشه صراحة كنقولو كنبلك بززاف بزاف بزاف وكنت من كنقول يا ريت لو كنتي بيالي بوحدي شكرا لأنك هتعني شكرا لأنك كنتي نقصت العشق بيالي شكرا بصده العافوة خير وكنشكر أشواق ع تيفي على مبادرة ديالا يعني كنت أعطي فرصة للناس في أن يهضروا على مشاعر ديالوم يحكيوا قصص ديالوم كان شكرا لكم بسببها شكرا أشواق ع تيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة